بسم الله الرحمن الرحيم وكل اسم معرب ينتهي بهمزة مسبوقة بألف مد لدينا أمثلة هنا الصمّة يعني هي في الحقيقة مؤنث أصم والأصم هو الذي لا يسمع إذن بطحة وهي الساحة الكبيرة بطحة الحي نقول وصمرة وهو لون إذن هذه أمثلة عن الاسم الممدود بالنسبة لصياغته إذن كيف يصاره الاسم الممدود إذن الاسم الممدود يكون مصدرا من الأفعال الناقصة المجردة فنقول وفاء وفاء مثلا وفاء وفاء سماء سماء إلى آخره يكون جمعا على وزن فعال مثل دماء 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 أو أفعلاء أنبياء نبي إذن أنبياء أو فعلاء مثل شعار شعار إذن هذا بالنسبة لصياغته كما قلنا يكون مصدرا من الأفعال الناقصة المجردة إذن وفاء يكون جمعا على وزن فعال مثل دماء أو أفعلاء أنبياء أو على وزن فعلاء شعار وزن فعلاء هو مؤنث ذن أو فعلاء عفوا هو مؤنث أفعل فأزرق مثلا مؤنثها زرقاء وأعرج مؤنثها أعرجاء فإذن كما قلنا سياغته يكون مصدرا من الأفعال الناقصة المجردة مثل وفاء وفاء ويكون جمعا على وزن فعال دماء وفعلاء أنبياء أو فعلاء شعاراء وإذن لدينا وزن آخر هو فعلاء وهو مؤنث صيغة أفعل الذي يدل على اللون أو الصفة اللون أزرق زرقاء وصفة أعرج عرجاء إعرابه يعني كيف يعربوا كيف تظهر علامات الإعراب على هذا الفعل أو على هذا الإسم الممدود تظهر علامات الإعراب إذن بصورة عادية على آخر الإسم الممدود مثلا نقول أعداء الوطني منافقون هذا بالنسبة للخبر المبتدى مرفوع لكن المبتدى إذا كان مسبوق بإن هذه هي التي تنصب المبتدى إذن يصبح إسما لها نقول إن أعداء الوطني منافقون 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 ثم إذن بالنسبة إذن للكسرة علامة الجر هذه تنوب الفتحة عن كسرة في حالة الجر فنقول مررت بمرأة هيفاء ولا نقول حيفائي بمرأة حيفاء إذن مررت بمرأة حيفاء حيفاء إذن مررت بمرأة حيفاء حيفاء تثنيته وجمعه كيف إذن تقع تثنية هذا الإسم الممدود وكيف يقع جمعه يثنى إذن الإسم الممدود ويجمع بحسب نوع الهمزة التي ينتهي بها ننظر إذن مثلا إذا كانت الهمزة أصلية تبقى على حالها في المثنى والجمع فنقول قرآني قراء وقرآني وقرآون لأن أصل هي مأخوذة من الفعل إذن قرآني فعال هو صيغة مبالغة من الفعل قرآة والهمزة أصلية كما نرى إذن فنقول قرآون مفرد يعني شخص واحد وقرآني مثنى وقرآون إذن إذا كانت يعني في الجمع مرآن إلى مسألة موالية إذن الهمزة إذن إذا كانت إذن منقلبة إذا كانت أصلية كما رأينا إذن منذ حين إذا كانت أصلية تبقى على حالها في المثنى والجمع إذن قرآون قرآني وقرآون وإذا كانت يعني هذه الهمزة منقلبة عن واو إذن كانت هذه الهمزة منقلبة عن واو مثلا سماء أصلها سموة فهي إذن هنا الهمزة ليست أصلية منقلبة عن واو وياء أو ياء أو ياء فيجوز إبقاؤها عند التثنية أو إرجاعها إلى أصلها أو إرجاعها إلى أصلها عند التثنية إذن إذا كانت منقلبة عن واو هذه الهمزة كما قلنا سماء أصلها في الحقيقة سماء أو ياء فيجوز إبقاؤها عند التثنية أو إرجاعها إلى أصلها فإذن نقول سماء ونقول سماواني وسماآني 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 كما قلنا نواصل إذن إذا كانت همزة تأنيث زائدة فإنها تقلب في المثنى والجمع واو مثل إما رأت حسناء فهذه همزة زائدة فإذا حسناء هنا همزة زائدة فنقول في المثنى مرأتان حسنواني ونساء حسنوات قلبت واو كما نرى نمر الآن إلى التطبيقات ضع كل اسم ممدود بين معقفين في الأمثلة التالية إذن أقمت بأرض مصر فلا ورائي تجد بي الركاب ولا أمامي إذن هنا أين الاسم الممدود في البيت الأول هو هذا وراء وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام اسم الممدود الثاني لقاء ثم جملة الموالية لا تلبس الرياء لا تلبس الرياء ولا تجري وراء الطيشي إذن الرياء اسم ممدود ووراء كذلك اسم ممدود لا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت الجزاء إذن هنا اسم ممدود كما ترون ويقول شاعر تونس شتم العظيم سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء أرنو إلى الشمس المذيئة هازئا بالصحب والأمطار والأنواء إذن لدينا هنا الداء لدينا الأعداء لدينا الشماء ولدينا إذن الأنواء الأنواء إذن الأنواء هنا الأنواء الأنواء والأنواء هذا بالنسبة إذن للتطبيقات نواصل دائما وأبدا دائما إذن مع التطبيقات والآن اشتق من الكلمات التالية أسماء ممدودة اشتق من الأسماء التالية أسماء ممدودة أحمر إذن اسم الممدود الذي نشتقه من هذا الاسم هو حمراء هسير أساراء قوي أقويا حسن حسناء فقير فقراء قضاء إذن أعيد أحمر إذن حمراء أسير أساراء قوي أقويا حسن حسناء فقير فقراء وهو فعل قضاء مصدر ما هي السيغ الصرفية الآن ما هي السيغ الصرفية للأسماء الممدودة في الأمثلة التالية إحذر دعاء المظلومي إحذر إذن دعاء المظلومي جملة الأولى دعاء هنا هي مصدر منها الفعل دعاء وفعل دعاء هو فعل ناقص كما تعلمون قال حكيم لابنه يا بني جاحم العلماء جمع عالم جمع عالم فإذن هنا جمعها علماء الوزن فعلا برقبتيك وأنصت إليهم بأذنيك فإن القلب يحيى بنور العلم كما تحيى الأرض الميت بمطر السماء السماء مصدر من سماء يسمو قالت تعالى فهل لنا من شفعاء شفعاء جمع شفيع وإذن كما ترون الهمزة هنا ليست أصلية إجعل الأسماء الممدودة فيما يلي في المثنى ثم في الجمع قطفت زهرة حمراء حمراء الاسم الممدود إذن هو حمراء في المثنى نقول قطفت زهرتين حمراء وين قطفت زهرتين حمراء وين وفي الجمعي وفي الجمعي نقول قطفت زهرات حمراء وات قطفت زهرات إذن حمراء وات قطفت زهرات حمراء وات وخطفت وخطفت إذن زهرتين حمراء وين هناك جملة أخرى إذن يمكن إذن أن نكتبها هنا وأن نجعلها أو نجعل الاسم الممدود الذي يقع فيها في المثنى ثم في الجمع الجملة هي تناها إلى سمعي نداء غريب تناها نداء تناها نداء نقول إذن في المثنى تناها نداء آني ونقول في الجمع تناها تناها نداء آت إذن تناها نداء تناها تناها نداء آني وتناها نداء آت تناها نداء آت لأن هنا تناها نداء تناها نداء آني وتناها نداء تناها نداء آت والتمرين الأخير هنا هو اشتق من الكلمات التالية أسماء ممدودة فأزرق ذن ما هو الاسم الممدود الذي يمكن اشتقاقه هنا أزرق ذن هو زرقاء زرقاء تعرفون زرقاء اليمامة وهي مرأة عربية معروفة بحدة نظرها زرقاء وكساء كسا يكسو إذن كساء وأصلها في الحقيقة كساون كساون استلقى إذن استلقاء 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 هذا بالنسبة إذن لدرس متعلق بالاسم الممدود إذن أتمنى لكم التوفيق إذن والفهم الجيد والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر